تفاعلوا مع قناتكم النهار أول قناة إخبارية في الجزائر تابعوا تغطيتنا المستمرة والحصرية عبر موقع اليوتيوب هو الظروف مكبلاً أمام الظروف الصعبة معين أن عبدالقادر الشايب من بلدية المرسى بولاية الشلف جعلته أقوى بكثير فهو يمتهي حياكة شباك الصيدة جعل منها مصدر قوته نتابعه في هذا التقرير لحميد المشورب ببلدية المرسى بولاية الشلف يمتهي نوع عبدالقادر الشايب حياكة شباك الصيد منذ صغره رغم إصابته بالإعاقة حيث يخرج كل فجر من كوخه يعود في الصباح بما يتنسر له من سماك لبيعه فهي المهنة التي جعل منها مصدر قوته هذه الحربات علمتنا في 1999 وعلمني شما واحد ما علمني هو خير كما رأيني هكا خير أنا كيرو هكا نقلب له كوردة كما هكا بيدي يقول لي واخر الأعمى ألاك تقلب لي في الكوردة وأنا ما بويش نبيل له وليد انتفت في هكا بيدي ونحصي غير بسيسة بسيسة حتى كذبت العبر عليه وليد انخيط الروحي نقطع الروحي ورا عندي سبعة عشر سنة في ذو البحر يصادف عبدالقادر متعابة عدة خاصة في فصل الشتاء والظروف المناخية الصعبة التي تعرقل علي عملية الخياطة لتقوم زوجته بمساعدته أحيانا في فتح بعض العقد من شباك الصيد عبدالقادر الشايد مثال للشباب الطموح الذي تحدى الإعاقة رغم الصعاب لكسب لقمة العيش بطريقة الحلال هل أعجبكم الفيديو؟ اشترك سجل تعليقك أو موقفك أسفل الصبح لأن رأيك يهمنا إيجابيا كان أو سلبيا لأننا نهتم كثيرا بوجهة نظركم